تحية كبيرة للجيش اللبناني كل أفراد الجيش اللبناني لما بيقرر شاب أنه يدخل على تلك العسكري أكيد في عنده فخر كتير كبير بيكون قد ما يكون الخوف عند الأهل بيضل الفخر كتير كبير بيضل هالحبلة للوطن هالحبلة للخدمة موجودة بينما أكيد وبيكبر مع التدريب العسكري وبي كمانا كل الأجواء عند الزباط اليوم عم نشوف مع عمد متقاعدين كيف هي الأجواء شو الخبرات اللي مرأوا فيها خبرات لنا حلوة خبرات مرة ولكن الإنسان إذا كان فعلا عنده إيمان إذا كان الإنسان فعلا مآمن أصلا بالقضية اللي هو عم يشتغل كيرمالا بأعتقد أنه بيجعل من المر حلوة كمان اليوم العميد حنة جروج موجود معنا أهلا وسهلا فيك أهلا حضرتك عميد متقاعد نصبت بالحرب ولكن هالشي ما أثنك على أنه تكمل حياتك وتكمل الخدمة العسكرية حتى كمان سيدي كاماليا جروج موجودة معنا وكنا نقول قبل الهواء قد العيلة تصير هي كمان يعني بدل سلك العسكري ما في كل العيلة بدأت تكون ملتزمة لحتى يقدر يتابع أكيد الشخص بهالمهم الوطنية الكتير مهمة والمقدسة عميد جروج شو اللي خليك تفوت أصلا على الجيش أنا فت أول شي بالصدفة الحقيقة بالصدفة أنا كنت معلم مدرسة يعني دار المعلمين مخرج من خريج دار المعلمين وكننا مجموعة شباب وعن من هكي يوجد دورة حربية ولاينا أنه بيحقلنا ورحنا يعني وقتها كنا شي ستي وفخر كتير كبير يعني كان طبيعي كان فخر كبير لأنه الظابط والسلك العسكري بتصور هو هدف لكل إنسان بيحب أول شي أمن مستقبله بيحب بياخدهم وطنه هذه من ناحية وخاصة إذا كان إنسان وعي الجيش بيهديك الفترة السنة اللي فتنا نحن سنة 80 كان أمل كل اللبنانيين كان البلد مقصوم والميليشيات مسيطرة على الوضع وكان الجيش أمل كل اللبنانيين وهذا اللي دفعنا قلتلك كنا مجموعة شباب وفتنا كلنا بيدفع وحده وطن كل حال مهما تقلبت الظروف ومهما كانت الأوضاع إذا ما كان الجيش موجود وهو مأمن بحاله أعتقد أننا نفرد صح سيدة كاماليا تزوجت العميد جروج من بعد الإصابة وتعرفت عليها حتى من بعد الإصابة سنحكي عنها بعد شوي ولكن كصوبية الإصابة لم تكن أبدا أسرة على الموضوع كنت تعرف هالشي من قبل وقتا تعرفت علي قبل ما نكمل سوا بدي فرجيكي أنا شو بني يعني أوكي أكيد لا ما في شي ظاهر على أحاق صح ما بيبين أبدا 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 أنا تفجأت بصراحة أنه مثل صدمة كانت بس صدمة مثل كأنه يا بتخلي الإنسان يوعى أنه إذا هيك شو هذا الإنسان أنه ببيحق له يحب وينحب وهذا سو كملنا علاقتنا والحمد الله وصلنا وتجوزنا سو كملت هالعلاقة بغض النظر عن الإصابة واليوم العميد بالإجرتين فيه بروتاز عميد ولكن بكل يعني عم تكون الحياة طبيعية نحن ما نلاحظ شيء ولكن أكيد الشركة راح تكون عم تعيش مع هالشي يوميا يوميا كملت العلاقة بغض النظر عن الموضوع وحكمت على الشخص بغض النظر عن الإصابة أكيد لأنه في عقلاته في تصرفاته في اهتمامه في يعني ما حبني لأنه أنا مظهري حبني لأنه أنا من جوة وأنا نفس الشيء يعني هيك سأريد عميد الإصابة كانت بعد كتير وقت من دخولك الحربية أو أنا صبت بعد سنة ونص تقريبا من التخرج من التخرج من إيناد هلأ بهذه الفترة كانت البلد كلها بحالة حرب وكانت الإصابة والحمد لله واستمرت الحياة اليوم منقول أن الحمد لله استمرت الحياة ولا وقت الإصابة ووقتها اكتشفت أنه فيه إجرتين معطلين غير الإصابات الأخرى يعني كانت هيك النفسية والجو النفسية إيه أول شي احتضان الأهل هذا مهم احتضان الجيش أنا أتذكر وقتها كان أولا نهار كان فيه زابة يضل معي من إيادة الله يرحم الجنرال ترنوس كان إنسان مميز بهذا الموضوع أنا أتذكر أنه لدي نهار الإصابة نهار الإصابة يعطاني دفع قوي جدا جدا واهتمام اليادي يعطى دفع قوي أولا الشخص أكيد بيأثر الحمد لله أولا مرة حسات ما أصبت باليأس أبدا أبدا حتى أنا بقيت مبدايا ثلاث شهور حتى بس وقيت لحالي مظبوط الحمد لله لا لا ما أبدا عميد لحتى ست كاماليا تخطت هال موضوع وشايفت الشخص هو الشخص أصلا متخطى الموضوع وشيش حاله ومآمن بحاله ولا ما في حدا يأمن بإنسان إذا هو مش مآمن بحاله شو اللي كان محضرك لهيك مواف اللي حضرني لهيك المواف أول شي يعتبرها تاني شي أنه الإصابة ماشي إذا الإنسان هو ماعتبر حاله انصاب وصار في نقص خلص أضعها حاله طالما أنه ماعتبر حاله هو أنه تخطى الإصابة والمرحلة اللي صارت أنه أنا ما متت فإذا لازم أكون أقوى هذي شغلة مهمة فإذا هو بده يقتنع أنه إصابته منا بأسر عليه هذي أولا الشغلة التانية مثل ما قلتلك الاحتضان ومعنويات العسكري معنويات العسكري هلأ اجتماعيا بده يكون الإنسان هو محضر حاله نفسيا مادام كاماليا وحضرتك شو كان محضرك نفسيا لهيك صدمة يعني قالتنا ما كنت بتعرفي انصدمتي بس بلحظتها قدرت تفكري كيف تتخطي هيك شي بس كمان هون في تحضير وشخصية وتربية يعني يعني لحتى تعرفي شو نحنا أنا بنت كنيسة من نحنا وصغار يعني كنا بالطلاقة والفرسان كنا تقول انه طب اوكي تعرفت على هالإنسان وهو عجبني وطلع هيك طب أنا إذا بدي أتركه يمكن الله يشوهني لقلي ما بعد حدا ياخدني يعني بهالمنطلق بدي ضلني مكمل مع أنه كان عمري عشرين ما كنت بل ككملت وما كان مش الحال بس ما كان هدا رح يكون السبب أنا كملت وقول إذا مش الحال وطلع عقلتنا مثل بعض ومتل ما أنا بدس ومنكمل هلو كتير نسي فإذا هون الإيمان شغل كتير مهمة كمان يعني لما يكون واحد فيته وحياته على كفه على المعركة الإيمان اللي قالك لاش الإيمان أول شي الإيمان هو أمل والإيمان يعطي طاقة للإنسان حتى يستمر بالرغم من الصعوبة الشغلة الثانية اللي بدي أقلك فيه تنابي ميز للإنسان عقله وقلبه طالما عقله بعده مثل ما هو عم يشتغيل وطالما قلبه وبعده كبير وعم يشتغيل فإذا الإنسان قادر يستمر وقادر يعطي بقى ما تبقى كلها مكملات للإنسان نعم رح نتكمل هالحديث بعد هالوقفة نتابع مع فاملي حديثنا عن العائلة لما بيكون رب العائلة هو بالسلك العسكري الأجواء كيف بتكون بالبيت رح نحكي هلأ بهالقسم من مقابلتنا مع العميد المتقاعد حنى جروج ومع سيدي كاميليا جروج زوجته الله وسهلا فيكم مرة جديدة شباب والصبايا عندكم أول شي كم ولد عند حضرتك بنت وصبيان بنت وصبيان الله يخلي لك طبعا كبارك نعم نشوف صوارهم قبل شوي يلي تخرج ويلي تخرج وكلهم تقريبا في بقس صغير بالمدرس الحربية تلميز ضابي بعد ما تخرج كمان حلو كتير شجعت ابنك أن يفوت على الحربية ولا تأثر فيك خليقة الحربية ممكن أكتر تأثر وهو هو أساسا شاب عنده عنفوين تأثر فيه طبيعي يتأثر بأهله مثل ما أنا قبل بجوز لازم خبرك أنه أنا ومنصاب بالشهر اللي انصابت فيه أخواتي فاتوا على الحربية أخواتي اتنين فاتوا على الحربية بنفس الشهر وقتها صار فيه دورة حربية وفاتوا وتخرجوا هلأ عمدت اتنينة كان عم يقول الرئيس اليوم بالخطاب بفغمت رئيس الجمهورية أنه ما منفوت نحن على الحربية ولا فوت نعمل زباط لحتى الانصاب مش هيدا بيكون الهدف الهدف بيكون خدمة الوطن ومنكون حضرين على أساس أنه التدريبات اللي بتكون عاملين مفروض أن تكون عاملين كل شي حتى اللي تحموا حالكم من الإصابة ولكن ممكنك عاملين عاملين يكون فيه إصابة بس هل أحد يفكر بهذه الطريقة بس يكون فايت على المعركة أنه ريسك موجود وإنما كان الريسك موجود أساساً بس يفوت على المعركة ما بيفكر بالإصابة إذا فكر بالإصابة خلاص انتهى بس يفوت على المعركة بيفكر بالهدف وهيدي شغلة مهمة أساساً أساس التدريب العسكري هو أنه يحط برأسه هدف ويوصله وإلا إذا بده يوصل خلاص فشيل أكيد مدام كاميليا فإذا أولادك شو عمي عمله بنتي خلصت بزنس وعم تشتغيل ابني هلأ خلص ميكانيك إنجينير وابني صغير ترك جماعته كان تالت سنة جامعة ترك مش هنفوت فتع جامعة تاني مش بحش أنا بارف أردت الدراس بالحربية شغلة كتير أكاديمياً بياخد إجازة فعلاً وقديسة أفعالية فعلاً بكل هالكورات التي تتأخذ وكل الدورات التي تنعمل في لبنان أو الخارج كمان مخفت من الموضوع بلا قلت له لأبني إذا بتفوت جيش أنا مش أمك أقولها بعرفك إذا بتفوت أمن عام أو درك يمكن أسهل شوي فهيدي أسهلت فيه لأنه كان كتير بده يكون جيش مثل بيو فرجع عمل مثل ما أنا قلت له يعني ما بننلم على الخوف اللي عني على أولادنا إذا رحوا من هون لهون لا هي هي زي بالنهاية اللي عم بيقوم بواجبه خاصة بيعيس الكعسكري الخطر موجود ومن كان الخطر موجود ومن كان وهو سامر أساساً بيحبها المغامر الله يخلي لكم يعني كمانا كأولاد صغار أكيد عندهم تأثر كبير بيبين بالجيش وفخر كبير واعتزاز بس أين تكتشفوا الإصابة وكيف كانت ردة الفعل هلأ كل واحد حسب عمره هاني تلعب ست البيت تلعب دار وكاماليا بهالموضوع ست مميز يعني كان فهمهم عطول وبشكل طلعوا آخر شي ما حدا أبدا أبدا ما حدا مأثر وهلأ يعني مع رفقاتهم ومع بالبيت وبر عادي جدا ما حدا مأثر بالإصابة بس مأثرين أكيد واضح بالشخصية وبالتربية وبالفكر الحلو النفسية الحوية اللي عندكن إيها شكرا لكم أهلا وسهلا فيكم تحية لكل أفراد الجيش لبناني شو ما كانت الرتب وشو ما كانت كمان يعني مش حقول الإصابات ولكن شو ما كان العطاء والتضحية اللي كمان عم يعطوها لأن فيه تضحية بالوقت فيه التزام أول بالجيش قبل العائلة وقبل كل شي كمان وهي دي شغلة كل العائلة بده تكون متسهمتها وأكيد تحية كبيرة شكرا لكم عاد عليكم شكرا لكم عاد عليكم وقفة هلأ ونرجع من تابع كل الحلقة مخصصة لعيد الجيش اللبناني خليكم